معايد الوقتي عبر زوم واحد من اللاعبين الكبار اللي عندوا على المنتخب الفرنسي اسم كبير في وسط ملعب المنتخب الفرنسي لعيب مهاري ولعيب كان مهم جدا في وسط ملعب منتخب فرنسا تعطلت مسيرته لمشكلة شهيرة بينه وبين كريم بن زيمة الاتنين تعطلوا بصراحة مع منتخب فرنسا بسبب هذه المشكلة معايد الوقتي عبر زوم ماسيو فالوبوينو واحد من اللاعب الكبيرة اللي مرت على فرق زي مارسيليا وليو وفنربخشا التركي يا فندم مشرفني ومنورني على برنامج رقم عشرة التلفزيون المصري سكرا لكم سكرا مستشرف لي بالنسبة لي انت واحد من اهم لعبي الوسط اللجوم في اوروبا في منتخب فرنسا مسيرة في بدايتها كانت رائعة جدا ولكنها تعطلت بعض الشيء لو سألتك السؤال الاول هل راضي عن مسيرتك في ملاعب كرة القدم حتى هذه اللحظة ولا كنت شايف انها ممكن تكون افضل لا 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 انا فعلا راضي راضي تماما عن هذه الفترة انا لعبت لفترة كبيرة جدا من لاعب هاوي الى يلعب ما يتمناه هي واقصر شيء يحبه في الدنيا هي قوات القدم ومرورا بعدة اندية قدمت العديد من التضحيات من اجل لعب لقوات القدم واعلم انه يوجد دائما شيء افضل ولكن كان لاي الفضل ان العب في هذه الفترة مع منتخب مصر كنت حاجز منتخب فرنسا عفوا كنت حاجز مكانة السياة في وسط الملعب هل مشكلتك مع كريم بن زيمة ترى انها عطلت مسيرتك مع منتخب فرنسا عطلت مسيرتك انت وكريم بن زيمة سويا اعسف لم افهم السؤال من نسبة لبن زيمة هل مشكلتك مع كريم بن زيمة عطلت مسيرتك وهو ايضا مع المنتخب الفرنسي لا لا ليس هذا ما حدث انا هذه القصة لم تحدث انا اعلم ان كان يوجد بعض الاشياء على الاختيارات المنتخب وفي الفريق الفرنسي بالتحديد ولكن بنسبة لي انا كنت لاعب اساسي في الاول ولكن لا اعتقد ان يوجد لاعب اثر على مسيرتي ولكن متعتي سأقول لك ان متعتي كانت دائما كرة القدم وكان دائما شرف لي انا ومصر المنتخب الفرنسي وهذا ما اتمنى دائما هو اللعب كرة القدم منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018 هل كنت تتمنى التواجد مع هذا الجيل الزهبي الرائع للمنتخب الفرنسي وانت في افضل احوالك وقتها نعم طبعا نعم الفوز بلقب كأس العالم شيء كبير جدا واي لاعب هو شيء من السحر يعني يتواجد لاعب في هذه اللحظات الرائعة وانا حتى في البرازيل كنا لعبنا مباراة رائعة في الفريق الفرنسي ارى ان منتخب الفرنسي دائما ما يظهر بشكل رائع في كأس العالم حتى وإن لم يفز به في منتخب فرنسا الكاسين من اللاعب الوسط المميزين في الوقت الحالي من في رأيك افضل لاعب وسط في المنتخب الفرنسي؟ نعم فعلا لدينا لاعبون رائعون في المنتخب الفرنسي لاعبون من شباب مواهب عديدة لاعبون لا يصدق مهارتهم وإمكانياتهم على مستوى كرة القدم مثل كامافينجا ومثل تشاوميني نرى لاعبين لدينا العديد من اللاعب الصغار ولكن لديهم فعلا الموهبة والقدرات والإمكانيات التي جعلهم يستحقون اللعب في المنتخب الفرنسي وهم يؤهلوا المنتخب الفرنسي والان نرى كيليان مبابي في الهجوم أعتقد أن نحن لدينا واحد من أكبر وأفضل الفرق في العالم في جميع المراكز ولهذا أتمنى أن يبقوا دائما في المكانة المخصصة والمستحقة للمنتخب الفرنسي أعلم أن يوجد المنافسين الكثير والمنافسين في جميع الفرق لأن الجميع لديها المواهب ولكن لدينا من الحظ أن اللاعبون في المنتخب الفرنسي هم في عمر صغير وهذا شيء يعطينا المستقبل وفترة أطول في التطور والزور بشكل أفضل وهذا ما يظهر المنتخب الفرنسي في الفترة الأخيرة وهذا شيء واضح نهارده تأرير الصحفية أسبانية تحدثت عن خطوة كيلين مبابي القادمة بعد ما ياخد قراره بالرحيل عن باريس سان جرمان تحدثهم ما بين ريال مدريد الأسباني وبين عنديا إنجليزية لو تتمنى تشوف كيلين مبابي في فريق تتمنى تشوفه في أي فريق تعلم أن أعتقد أن مبابي العندية كلها تتمنى أن تحصل على خدماته ممكن ريال مدريد ولكن أتمنى أن يمثل دائما بلده وهذا الشيء الذي أتمنى على الصورة وهذه ما أتمنى ولكن أعتقد أن في هذا اليوم أن إمبابي لو كان ليس في باريس سان جرمان هو لم يفوز بدولة أبناء على ما يتمنى هذا ولكن هو يحقق الكثير مع الفريق ولكن ما أتمنى هو أفضل له أن يبقى في باريس سان جرمان ليستطيع الفوز أكثر ولحقيق الأرقام والألقاب وأنا أعلم أن باريس سان جرمان يفتقد الفوز بدورة أبتاء أوروبا ولهذا قبل أن يرحل باريس سان جرمان يجب عليها أن يفوز بهذه الألقاب قبل رحيله ترجمة نانسي قنقر